ماشاء الله تبارك الله ملابس شتوية رائعة جد ماشاء الله سرنجات شتوي وكوليكشن شتوي جديد ومكان جديد ومن احسن اماكن ان نشتري منها ملابس تعالوا بينا نذكر الله ونصلى على سيدنا محمد اشرف الخلق اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النهاردة حبيبي ياخدكم في جولة جديدة في مكان في مامشا الهجرة قريب من المسجد النبوي يبعد حواري 10 دقايق من المسجد النبوي المكان يسمو 22 ده من افضل الاماكن اللي انا دايما برشحها للمعتمرين والحجاج وزائرين المدينة المنورة انا بقول في بداية الفيديو هو ان المكان في المدينة المنورة لو عندكم حد في العيلة هيولد قريب يبقى انتوا لازم تشتروا له الملابس الشتوية من هنا افضل سعر ممكن تلاقوه في المدينة المنورة انبارح كان الجو ممطر في المكان ده في المدينة المنورة وكانت الدنيا بتشتي فانا كنت راح حوالي متأخر للمحل اللي هو 22 ودخلت قلت بقى ايه اوصل لكم بسا كده على الكلكشن الشتوي الموجود بصراحة انا ببقى عايزة دايما ان انا اقول لكم افضل سعر تشتروا منه هدايا او تشتروا حتى ملابس لنفسكم ملابس شتوية بصراحة المكان ده ارخص من مصر بكتير ايه اي كتعة من الملابس 25 ريال شفت ترنجات شتوي جميع المقاسات عندهم بقى مقاس لارج مقاس اكس لارج وترنجات شتوي قطيفة من اللي قلبكو بقى يحبها بجد حاجات روعة انا طبعا كنت عايزة اعمال لكم الفيديو اطول من كده ولكن انا صورت يعني كنت رحى حوالي الساعة 11 ونص قلت بصت بصت كده على كم قطعة شتوي لقيت بصتو استروبتات الشتوي دي عندهم جميع المقاسات وجميع الالوان وبجد يعني ما يكون كل شيء بيه ايه فيه حاجات كتير جدا طبعا ايه اسعارها كويسة جدا فكل قطعة من القطعة دي بخمسة وعشرين ريال فقط لأ ومش بس كده ده فيه قطعة كتير جدا وفيه حاجات تانية على الاستانداد اسعارها 13 ريال فقط وهنا بقى الجاردونات الشتوي اللي تقدروا تلبسوها على العباية وهنا البلدك اللي هو الشتوي اللي احنا نقدر نلبسه فيه تحت العبايات مثلا عشان يدفينا في الشتة وكده هنا بقى نيجي للترنجات الشتوي اللي هي مقاس 7 سنين و8 سنين و10 سنين بجد اللي هي العي اللي يلبس القطعة اللي هو البنطلون والبلوفر عليه اللي هو البجامة او الترنج بجد هتدفي جدا هبقى مش محتاج اي حاجة تحتها وبخمسة وعشرين ريال فقط هنشتري الجمال ده طبعا ده سعر مناسب جدا في اماكن تانية كتير اوي في المدينة المنورة بس انا دايما بجيب لكم افضل سعر وطبعا هنا كبير اوي من الملابس النسائية هنا بقى اللي هي السروبوتات اللي هي بتتلبس دي بيكون هي كلها قطعة على بعضها ومنها الوان كتير جدا زي يعني كزا لون وكزا مقاس موجود هنا بقى السويشرتات موجودة بكل انواعها وجميع المقاسات هنا بقى تشكيلة اللي هي البلوفرات بجد الوانها حلوة قوي وخمتهم كمان نعمة وكويسة جدا طبعا عايز اقول لكم ان المحل بيقفل الساعة 12 مساء وهو عبارة عن دورين هنا بقى الدور التاني كل الاحزية دي الكوتشيات بقى والاحزية دي كلها برضو كل الاسعار شاملة وسعر واحد بخمسة وعشرين ريال فقط وطبعا عندهم قسم جديد وفي تشكيلة رائعة من ملابس الاطفال كل دي ملابس اطفال بيبهات شكلها حلو وقلونها جميلة جدا سواء للبنات وللولاد ربنا ان شاء الله كده يرزق كل مشتاء بالزرورية الصالحة يا رب كل النفسها ان ربنا يجبر خطرها ويرزقها بالزرورية الصالحة يا رب يرزقها عجلا غير اجلا واللي حامل منك وبتبعني ربنا ان شاء الله يكمل لها على خير ويرزقها بطفل سليم معافق عندهم حاجات حلوة جدا جدا للاطفال واقسام تانية برضو عندهم ب13 ريال فقط بنتي بقى كان عجبها البلوزة دي اشترتها لها وهناك بقى الشباشب بقى السليبرات بقى اللي هي الشتوي بجد يعني الخمة ونعميتهم رائعة والالوان كمان حلوة جدا جدا انت هتروحوا اصلا هتنبهربوا المكان مكان حلو قوي عايزين تسألوا على اي تفاصيل تفاصيل للمكان اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات ونرد عليكم انا عملت لكم جولة سريعة ما صورتش كمان كل حاجة في المكان لانها في حاجات بجد قسم الدور التاني ده في حاجات كتير جدا انا ما صورتاش لسه لو انتو عايزين نعمل لكم جولة تانية اني طبعا ملحقش هصول لكم البوتات والحاجات تانية الكتيرة بجد حاجات حلوة قوي فانتو اكتبوا لي في التعليقات اللي انا رحي ساولوك فيديو كامل يكون مدتو اطول وساولوك كل جزء في المكان ده وقالوك كل التفاصيل اللي انتو عايزينها فاكتبوا لي في الكومنتات يا ريت لو انتو عايزين عمل لكم جولة يكون الفيديو اكبر من ده وساولوك كل القطع الموجودة ما فيش اي مشكلة خالص بس طبعا رحت الساعة 11 ونص والمكان كان هيقفل فكانوا بيستعجلون ان هم هيقفلوا المحل لانه بيقفل زي ما قدتلكوا الساعة 12 بالليل فعشان كده اكتبوا لي انتو عايزيني في الكومنتات اي سؤال اي استفسر تحت امروكو ما تنسوش بقى لو وصلتوا هنا طبعا تذكروا الله برضو وتصالوا على سيدنا محمد وياردت تدعموني تعملوا لايك للفيديو ما تستخصرش فيه اي شيء لان انا دايما بسعى لكل جديد واي حاجة تخصت المعتمرين والحجاج في نهاية الفيديو اسأل الله العظيم وابدعش الكريم ان يرزقكم جميعا لكل متابعين يا حبيبي بزيارة للمدينة المنورة عجلا غير اجلا واستلاف الروضة الشريفة ويرزقكم بعمر يا رب ان شاء الله كده وصلاة عند الكعبة باذن الله اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني قريب اي حاجة عايزين تسألوا عنها تتفسروا عنها اكتبوا لي في الكومنتات واشوفكم ان شاء الله على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته